أعزائي المشاهدين أرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أن تتسأل والكتاب يجيب أعزائي بعض الأسئلة أطرحها في بداية هذه الحلقة هل هناك قوة تستطيع أن تحرر من أدمن التدخين هل هناك قوة تستطيع أن تحرر من أدمن شرب الخمر والكحوليات هل هناك قوة في هذا الوجود تستطيع أن تحرر من أدمن مشاهدة الأفلام الإباحية البورنو هل هناك قوة في هذا الوجود تستطيع أن تحرر من مخالب العلاقات الدنسة والنجسة هل من رجاء لمن وصل إلى مرحلة في حياته أدرك أنه لا معنى للحياة لماذا أعيش ظل الطريق لا هدف لا غرض الهلاك مصيره هل من أمل لمن ضل طريقه والضياع صار نصيبه هل من رجاء لعاثر مسكين أذلته الخطية وربطه الشيطان وأسيره من حبال إثمه ومعصيته بنعمة الرب عزيزي المشاهدين سيكون هذا موضوعنا اليوم ومعي أخ عزيز على قلبي في المسيح انتشالته نعمة الله لأغراض مش حنقول اسمه الحقيقة ومش حنشوف صورته لكن حيكون بالشيد بالظلام وحنسميه الأخ بيتر فالليلي بمشيئة الرب واليوم بنعمة الله أحبائي حنكون معنا اختبار للأخ بيتر الأخ الحبيب من لبنان أخ بيتر إذا أنت معي على سكايب برحب فيك بالبرنامج أهلا وسهلا أهلا فيك أخ اسمعين وأهلا بكل الأخوة المستمعين والمشاركين معنا بنعمة الرب سعيد جدا يا أخ بيتر أنك تكون معي وأسعد أكتر أنك تكون على البرنامج وحيث يسمعك ويشاهدك الآن الملايين يا أخ بيتر وأنت تشهد عن عظمة نعمة المسيح التي أتت إليك وبحثت عنك وأخيرا خلصتك وصنعت منك إنسانا خادما للمسيح آمين آمين عزيزي المشاهدين أقف الآن لكي أتحدى نعم أريد أن أتحدى ائتوني بعينة واحدة فقط عينة واحدة شخص أدمن الكحول أدمن الخمر أدمن التدخين أدمن الأفلام الجنسية والإباحية يعني أدمن العلاقات الدنيسة ضاع ضل الطريق وبعدين أتحدى إذا فيه دياني بره إذا فيه دياني بتقدر تغيرها الإنسان أتحدى إذا كان فيه فلسفة إذا كان هناك فلسفة معينة منظومة معينة منه الإفعل والتي لا تفعل أو طريقة تفكير أو طريقة معينة في التأمل التحدى إذا كان هناك عينة واحدة فقط ديانة فلسفة طريقة تفكير معينة إدرت تغير الإنسان تاخده من خطيات تاخده من مستنقع الشر وبؤر الفساد والخطيئة وتصدع منه إنسانا جديدا يحب القداسة يحب الخير له هدف في الحياة أتحدى إذا عندك حابب نسمع منك لكن يا حبائي بسرعة حابب أعطي ملخص يعني على اللي قدرت تستشفه من حياة الأخ الحبيب واختبار الأخ الحبيب بيتر هذا الأخ الحبيب ولد في عائلة مسيحية محافظة في لبنان وبعدين وراء البيت كان فيه مدرسة أحد فكانوا هن وصغار كانوا يتسابقوا وليلة السبت يعني يروحوا ويناموا بكل شغف لأن يوم الأحد الصبح رايحين على مدرسة الأحد ليسمعوا تعليم مسيحي ويشوفوا برامج وأفلام رسوم وتحرك عن الكتاب المقدس ويحفظوا آيات ويلعبوهم ألعاب لكن الطفل الصغير بيتر كبر ولما كبر تغير وكلنا لما بنكبر بنتغير وللأسف الشديد كلنا بنروح بالخطي وبنسوء فيها وأخونا الحبيب راح وشطح راح وبعد راح وتوغل مع أنه ينخرط في المؤسسة العسكرية في لبنان لكن لأسف الشديد توغل وحنترك نشوف كيف كيف إلى أي مدى ذهبت به الخطية راح على أستراليا لعله حاول يغير البلد أتاري البلاد ما بتغير الأخلاق حنشوف أنه هناك باب شهنم بحسب تعبيره باب شهنم وانفتح على مصراعيه إلى أن وقع في يده شيء كتاب مقدس إلى أن نعمة المسيح انتشلته ووصلت إليه وخلصته عشان هيك عزيزي المشاهدين أشجع كل اللي اللي عم يشوفون على التلفزيون اللي عم يشوفون على الفيسبوك على صفحتي إسماعيل نمر أو على صفحة الأرمية أرجوكم أن تعملوا شير لحتى نعمة المسيح وهذا الاختبار يصل لأكبر عدد ممكن وتتغير حياة الكثيرين مثل ما غير المسيح حياة خي بيتر بيقدر يغير حياة الكثيرين خي بيتر أمين ليش بدك تحكي اختبارك يعني لتشوف حالك حابب يسمع منك أمين أخي إسماعيل الرب يسوع المسيح عمل أجاز بحياتي عمل عجوب كبير بحياتي نعم لأني أنا مبسوط بالرب لأني أنا فرحان بالرب والشيك اللي عندي أنا بحياتي قبل سابقا مش ممكن أي إنسان يقدر يعطيني الفرح اللي باعتبره بين هلالين كان فرح مزيف أو مؤقت الفرح اليوم هو فرح حقيقي بالرب وبدأ أشهد عن الرب لأنه مكتوب اذهب واخبر كم صنع الرب بك هذه العلاقة الشخصية الرب اللي أعطاني إياها وحتى في حياته وفي قلبي بدي أشهد للرب يسوع كيف غيرني وجدد حياتي وجعل مني ابن وملك بنعمة الرب يسوع المسيح كرمال هاك أنا بدي أشهد لكل الناس ممكن حدا يمر بنفس الزرف اللي عم بمرأة فيه أنا أو المرأة فيه عنده نفس المشاكل عنده نفس الضغوطات كان عنده خوف خليه يوقف على جرايه ويقول يا رب أنا بدي أطلب مساعدتك ما في غيرك أنت أنت تحطم الكيود وأنت تكسر كل قيد باسم يسوع المسيح آمين يا أخ بيتر يعني عم بتذكرنا بكلام الرب يسوع الحبيب لما قال لمجنون كرة الجدريين قال له بعد ما المسيح شفاه وأنقذ منه أخرج منه الشياطين اللجئون قال له يا سيد أتبعك أين تمضي قال له يسوع فلم يدعه يسوع هتطلع الآية على الشاشة فلم يدعه يسوع بل قال له اذهب إلى بيتك وإلى أهلك وأخبرهم كم صنع الرب بك ورحمك طيب خلينا نبتدي أخ بيتر كيف كانت بدايتك يعني حكينا شوي عن الطفولة العائلة التي نشأت فيها وشو صار معك بهالفترة هاي نعم أنا ساكن بأقصى شمال لبنان مكوّن من عائلة أرثوديكسية نشأت مثل أي إنسان بنشأ بعائلة أرثوديكسية تقليدية وهالعائلة للأسف الشديد يعني ما حدا يوم من الأيام علمنا مبدأ الكتاب المؤدس شهوي أو أي شيء بتعلق بالرب يسوع المسيح فقط كان هي تشغل تقليدية نروح على الكنيسة مثل مثل هالأيام يوم الصيام أو يوم اليوم القيامة ما في أي شيء أبدا أبدا شيء جديد بحياتنا بقلب المنطقة الساكن فيها في أكبر كنيسة إنجلية مشيخية في لبنان الفضل بيعود لأ والدتي كمان كانت أمي تقلي أنه رأى على الكنيسة هايدي ما بيأثر مدرسة صغيرة أحسن ما تروح تلعب برة وهذا الشيء معيب يعني يعني عفوا أخ بيتر عندي سؤالين هون بهالجزئية هايدي يعني أول شيء أنت أولدت باعيلي مسيحية طب ما كنتش تعرف يعني عن المسيح أنه إجا المسيح مات قام صلب كنت تعرفهم شو كان يعني مفهومك لهالكلام هذا أبدا 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 نحن بالبيت لعنى بيت الأورتودوكسي اللي عشت فيه ما في أي ما عنا ما عنا معرفي عن يسوع المسيح فقط من خلال الصور بس الصور وأنا أورتودوكسي أبدا عن جد وأنا مبرضة أنا مستقيم هذا الكلام كنت أسمعه فقط ما أفهم شو هو أصلا أنا عم بيسألك السؤال يا أخ بيتر عفوا أنا عم بيسألك السؤال لأنه في مشاهدين كتير هلأ والدانين بعائلة مسلمة مثل أنا يعني أحد والدان بعائلة مسيحية يعني سمع كل هالأمور بس ما أثرت فيه ما غيرت فيه شي مهم جدا إذن المسيحية بقدر استنتج أنه مش بالولادي بعائلة مسيحية مضبوطي أخ بيتر طح ولا بالورثة كمان ولا بالورثة مش وراسية طيب يعني أنا إنسان مسيحي كنت أورتودوكسي مسيحي اسمي مشان إنسان ما يخلط المفهوم يعني أنا عشت ببيئة مثلا كلها أورتودوكسية حدي أهلي أورتودوكس أقرباء أورتودوكس جيراني أورتودوكس منطقة كبيرة كلها أورتودوكس طبيعي ما بعرف شي عن علاقتي بشخص رب يسوع المسيح قراءة وعلاقة شخصية مع الرب ما فقط بس إنسان مسيحي تقليدي أنا مبسوط أسمع أنه الوالدة قالت لكم فيكن تروحوا على هذه الكنيسة الإنجلية وتحضروا عندهم صفوف مدارس الأحد أنا سعيد جدا من هالحكي نعم نعم فيه تربية تربية الخلوقية عند الأهل أنه الصبي زرعها على كنيسة أبدا يروح على غير محل بقى الكنيسة الإنجلية لدينا شوية تعصب بين الكنيسة الأورتودوكسية وكنيسة المشيخية بس ما في مشكلة كانت عند أمي شخصيا أنه أمي يروح على الكنيسة على مدرسة الأحد كانت أولا خط بصغيري بعمر صغير رحت على مدرسة الأحد أنا كطفل كان أحد المعلمات الفاضلات يعني الرب باركة استقبلتني وعطتني شوكولات وعطتني بومبون قلت لي قاعد هون حبيبي بالكنيسة صارت تعلمنا ترانيم وتعلمنا من نوع الرسم قصص رسم قصصة ونلونه ونختم آيات وجيت مبسوط أنا على البيت أنه أرجي لأهلي أنه هذا الشو يعني أهلي ما نزعجوه الموضوع أنه لا أبدا ما يروحوا على الكنيسة بس كان في حذر يعني أنه ما تغمى كتير بهالموضوع هيدا طب بدي أخ بيتر يعني هستغلها لنقطة هذي لأمر مهم يعني لما رحتوا على مدارس الأحد بالكنيسة الإنجلية المشيخية كل اللي علموك علموك آيات من الكتاب المقدس حكولك قصص معينة حفظوك آيات حكوك عن المسيح غير هيك ما حكوك مظبوط لا لا أبدا أبدا يعني أوكي كتير منيح تفضل يا أخ بيتر كامل تقريبا سنروح منطر نهار للسبت عشية الأحد الصباح كانا مدست أحد عن كتر ما كان عندنا حب والترانيم والحب الرنم ووقف سمع أي على دام الناس حلو ونرنم ترانيمي انفرادية كنت ما أقدر أخفى أنا من عشية أنا وكذا بولدي يعني ما أقدر نخفى أنه بكرة أنا مدرسة أحد الصبح وكان عندنا شوق جدا أن نروح نشوف مدرسة الأحد لأنه أنا كنت أحب يسوع من خلال الرسوم التحركة ما أبعرف شي عنه أنه أنا رايح لعندي يسوع بالرسوم التحركة هيدا هو اللي بعرفه أنا بحبه مثل ما هو يعني حب عزري مثل اللي بيقول حب الشفاف من ولد صغير ليسوع للصغير هيدا هو اللي كنت أنا بعرفه عن يسوع بمدرسة الأحد كتير كتير هل الرسوم التحركة اللي كنت أحضارها مثل يعني اللي كانت مثل البيت الطائر والكتاب العظيم ترجمي بدبلش إلى العربي بتذكر؟ بوقتها ما كان فيه هيدا أخ سماعيل كان فيه كتب صغيرة كتب قصص عن يسوع المسيح حلو أوكي ما كان فيه أي شيء من نوع كان بس حسب التلوين أو حسب الرسم وحسب الأخ اللي كان أو الأخ اللي كان تكرق القصة ومنشربها نفهمها بفهوم الخيالي والعقل هو يرسم الشخص أمامه شو تأثير مشاهدة هالبرامج مرواحك على صوف مدرس الأحد هالأيات شو كان تأثيرا على نفسيتك أنت وصغير قداش كان عمرك وقتا كان عمري حوالي 8 سنين تقريبا أو 7 سنين بهذا العمر كانت يعني بدلش تفهم الصح والغلط مزبوط وكان عندي أنه أنا أجي إلا لأمي أو لأخواتي أنه أنه يعمل أشوفوا ملايكو أنه أنا أنا عندي صارت أرسم صارت أقرأ آيات على كتاب مؤدس صارت رنم يعني بان متعجبين وبان ما بدان ياني يروح وبان ما بدان ياني يروح يعني يعني هالصبع بالمعنى عم يتعلق فيهم ونحنا بدنا يكونوا منيح ونحنا ما بدنا يتعلق فيهم نفس الوقت يعني هذا التعصب الأرثوديكسي كان هذا موجود مفروض دلات فترة كبيرة أخي اسماعيل فترة عيش بهالطفولة هذه وكان عندي حب عشق لمدرست الأحد حالو أكبرت أكبرت هالفترة وظروف الحياة خلتني فوت على المؤسسة العسكرية بلبنان تعرف لبنان هي حالة هدنة ما نعرف كنت أي ساعة بتولع ما أي ساعة بتهدأ بقى الرب حفظني بهال المؤسسة العسكرية فترة المؤسسة العسكرية هي حياة تانية للإنسان فيها الأمي فيها المتعلم فيها الجاهل فيها من لهب ودب كما بيقولوا وتقريبا نسبة كبيرة من المدخنين من الناس أنا دخلت المؤسسة العسكرية صار عندي رفقة غير حياة غير ما بقى عندي رفقة بتمدرست الأحد يعني طلعت أخ بيتر يعني طلعت من مرحلة البيت والبراءة وطلعت إلى معترك الحياة واكتشفت أنه غابي وانخرطت فيها نعم حقيقة هيدا كنت نقطة ضياع الكبيرة بحياتي صرت اشتغل يعني صار عندي وظيفة أبدا ما عاش اتكل على نفسي بالمعنى الأتكال بس هالأتكال كان حبي لنفسي ما كان عندي حب غير شي تاني بلاشت دخن اتعلم الدخان بعمر صغير يعني أول عمري بلاشت اشرب كحول بلاشت صار يعني الحق الاشياء المش منيحة من من زينة اشتريت دش كبير ساتيلايت بوقت مبلغ كبير يعني منشان أحضر الأفلام الجنسية اللي كنت مضمن علي أكتر من الدخان والألكول وفوق هاك أخي اسماعيل تعلمت شتائم للرب ربي سامحني على هالكلام صرت هين اسمه يوميا يوميا متل أكنه حدا عم يقال لي هما سبحة حبي ورا حبي هاك هين اسم الرب يوميا يوميا هيدا الحياة عشت فيها عشت بدي طويلة 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 بفرح بين هالين اسمه فرح مزيف هذا مش فرح الحقيقي بعتبره أنا طيب حبي هذه كمرحل سوري أخ بيتر بتذكر أنه باختبارك اللي حكيت لي أو بعدت لي قلت أنه كنت تشتمل كل وما عندك احترام لحدا إلا لشخص واحد وهو والدتك فعندي سؤال لألك ليش بس قبل ما قللك ليش أنا بحب اتوجه لكل الأمهات في كل مكان عم بيشاهدونا ونقلكم نحن بنشكر الله من أجلكم كل عام وانتو بخير أم برحة كان عيد الأم في الشرق الأوسط وفي أوروبا وشمال أفريقيا نحن نشكر الله من أجلكم بالفعل أنتنا أنتنا من يصنع هذا المجتمع أنتنا أيتها القدسات الفاضلات أنتنا من يعول عليكنا في بناء المجتمعات وأستطيع أن أصيغ وأصيغ كلمات الشاعر الكبير أمير الشعراء أحمد شوقي وأقول الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراقي لكني أرجع للكتاب المقدس وأقول حكمة المرأة تبني بيتها والحماقة تهدمه بيدها فصلاتي لكل أمرأة لكل أم هناك وصلاتي لك يا أختي أن تكون حكيمة في بيتك لأنه بحكمتك يبنى البيت بحكمتك تبنى المجتمعات وبحكمتك تبنى الأجيال فكل عام وأنتم بخير لماذا حبيبي بيتر لماذا كنت يعني ما توجه أي ملامة أي شكوى أي كلمة غلط كل الاحترام للوالدي لماذا حقيقة أمي كانت تستعمل معي أسلوب كتير رائع تفهمني أكتر إنسان بالدني ما تقول لي ما تدخن ما تقول لي ما تشرب قل لي أمي أنت أنت إنسان تفهم أنت إنسان عندك عائل أنت إنسان بتفكر أمي هذا ما تعمل أنت حرام بس بترجيك أنك توعدني يوم من الأيام أنك تترك هالدخان تترك الشتيمة وتحترم نفسك قبل ما تحترم بتحترمني أنا وأنا كنت مثلا لا أختي ولا خي ولا بي ولا أي شخص اللي كان احترمه خاصة جنس حواء اعتبره جنس عاطل بس فقط أمي اعتبرها اعتبرها يعني شي عظيم مثل أكن إله تقريبا وهذا اللي خليني أنا احترم أمي بشكل غريب عجيب جدا مش لأن أمي لأ لكن لو إجت بطريقة مثلا مثل ما أجب أي علي كان صار مشاكل كتير كانت ما بعرف شو صار فيني بحياتي من مشاكل ومن من تعصب بس ولكن أمي كانت هي الإنسان النصوح الإنسان الحبوب ما فيني إلا ما قدرها وقبل قدميها لأن هي كانت سبب رئيسي بحياتي يعني هي كانت كانت تقريبا نقطة انطلاق بحياتي لحتى قدرت جلست هذا الشي لأن كانت قللي أمي عطولي أمي بترجيك ما تشتم بترجيك احترم نفسك بترجيك يعني من ناعم نصائح الأم بكل محبة هاي ده هي اللي كنت احترمه على قبل يعني غير شي لكن احترم احترم أي إنسان هاي ده كان قطة أساسية طب هي تقريبا انجيل الخامس كانت تبعي كلام رائع كلام رائع يعني أنه قدرت تشوف من خلال الوالد الفاضلي قدرت تشوف قبس من يمكن محبة طالله من الحنان اللي كانت تحكي تعاملك فيه من الفهم كانت تحاول تحكي لعقلك مش تفرض عليك كانت تحاول أنه تحكي معك بالكامن سنس والمنطق السليم يا ابني وبالمحبة وبالكلمة الحلوة فكنت تحترمه وشأكيد هالشي كان له الأثر الكبير في إنك يعني الرب يستخدم حياته واللي عملته معك بعدين في إنك ترجع للرب طيب قلت لي أنه وصلت لمرحلة أنه أنا ليش عايش لماذا أعيش والهلاك كان طريقك شو اللي وصلك لهالمرحلة طيب ما هيك أنت يعني دخانه عم بتدخن طيب وشوبه عم تشرب وعلاقات دانسي وأضرب وأطرح وأفلام إباحية وكله هذا ما أعطاك فرح ما أعطاك سلام ما أعطاك راحة لا أبدا أبدا كنت حس عطول أنه في عندي شي نقص بحياتي كنت عطول أنه أنا اشرب اخر فترات شربت عن يأس مثلا اشربت الألكول ما شربت كحولية عن يأس ما عاد يهمني مثلا إذا سمعت موسيقى أنا عم بشرب الكاس كنت عندي هدفي الوحيد أني اشرب أو اسكر وهالنوع هيدا ودخنت يومية أربع على بدخان اشرب كميات كبيرة عنا مثلا ما بلبمين بيحكيوا عن العرق العرق البلدي وعنوع العرق اشرب كمية كبيرة من العرق بشكل صرت من نوع ما بقى يأثر فيني بس ده أخي سمعين عندي نقص في حياتي أنه هذا الفرح مش كامل يعني تخلص مفعول الخمر مدة عشر طيق ربع ساعة يرجع عندي من نوع من اليأس يرجع عندي من نوع من الأحباط بدي فرح دائما بحياتي مش عارف شو هو الفرح بحياتي أنا بدي اطلع من الجو اللي أنا فيه مش عارف وما يعرف كيف بدي اطلع طيق وصلت لمرحلة أنه خلص الطريق مسكر طريق يعني كل العمال اللي بتعمله عم بيؤدي من إحباط إلى إحباط من يأس إلى يأس فقررت أنك تروح على أستراليا الرب فتح طريق معين وصلت على أستراليا هل يا ترى عندما تغير البلد تغيرت حالك لا لا أبدا أبدا بس في الشغل يكن بدي أخي سمعين كان عندي طريق قبل مروعة لأستراليا قصة الأحباط وقصة من النوع أنه وصلت لمرحلة ما عاد حدا يحكي معي ولا يحكي مع حدا غير أمي ما عندي بقى الاحترام لأي شخص ولا حدا بيحترمني من وراء تصرفاتي من وراء أي شيء بس بحب نواه بشغل صغير يأني أمي بتمنى هذا لكل الشخص أمي كانت إنجيل الخامس كانت إنجيل الخامس طريقيا يعني يعني هالسلوك لعنت لي يا أمي أنا قدرت عطول فكر فيه أنه هيدا هيدا السلوك ممكن قدر غير حالي يومنا الأيام هيدا ما بعرف أين المهم أخ سمعين رحت على أستراليا وبديعيش بأستراليا بدأترك المؤسسة العسكرية في الليلة على أستراليا بصلت على أستراليا بلد هناك بلد ما فيه حرب بلد فيه حياة بلد فيه فيه نظام بارتيح من كل الأشياء الموجودة هون بلبنان وبعيش هناك حياة حلوة باللأسف بس وصلت على أستراليا أكاني وصلت على باب جهنم بحد ذاته كأنه الشيطان عم بيقل لي يا أبني أهلا وسهلا فيك أكاني وجاب خروف ربي عم بيطعميها الخروف عم بيطعميه وصل لمرحلة بيصير ناضج وعدد به طب يعني يعني فيه واحد عمالي بيتابع البرنامج عم بيقول طب ما أنت أوكي بلبنان كنت عم تعمل كل هذه الشغلات هذه طب شو اللي بأستراليا يعني زاد يعني شو الأمر الأكثر بأستراليا ما كل شيء أنت عم تعمله بلبنان شو اللي صار بأستراليا أكثر وخلاك أنه متل ما عم تحكي أنه باب جهنم ونفتح وكل شيء يعني جربت كل شيء قلت تفضل نعم فتح باب أوسح هو المخدرات المرجوانة صرت بدي صلح غلط غلط أكبر منه وصرت الزنا في ما كنت زينة أحد الأفلام جنسية صرت ميرس الجنس يعني صاري بأتزر من هالكلام الوصيخ صار عندي كلام إسا أوصخ صرت مشيت مع ناس يعني ما بعرف كي بدي أوصف لك يهم صرت بعتبر نفسي أنا أوصخ إنسان بالعالم علاقات دانيسي يعني رحت يعني أخذتك الخطية يعني إلى أبعد حد صح 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 أكثر ما تتصور يعني تصورت الخطية وصلت معي لمحل ما أعرف أرجع البيت يعني يعني بعرف أنه مثلا أنا أخذني الشحاض أو الإنسان المتسول بروح بيوصل الصبح لعج شيء برجع على بيت وأنا ما بعرف أرجع على بيتي وكان في مشروع براسي أنا أنه تنزلت أنا عن ناس قريبيني هونيك أنه بعدتا أن أنا بدي حسن حالي بهذا الموضوع لأنه أنا بدي أقدم فترة على الزواج كنت كذب علي كنت صلح كذبي بكذبي أكبر منه عبكرة بعد بكرة بطل الضخان بعد بكرة بطل المشروبات أول الشهر أول الأسبوع خلاص واحد أنا بوعدك قدامي فلان بوعد قدامي كله كذب 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 لفترة أنا صدق حولي أنا ما عادل صدق نفسي أبدا يعني حاولت أول شي حبيبي أخ بيتر أنك يعني تطلع من مرحلة الكئاب والإحباط والفشل اللي أنت فيها لتبغير البلد لكن الأمر زاد يعني طامة أكثر والوحل زاد الأمور يعني تفاقمت لكن كمان فكرت أنه بالزواج فإذا تغيير البلد مش حيفيت خليني تزواج بلك الزواج بيغير حالي حتى هذا كمان ما كان يعني أنت ما تزواجت لكن كمان ما كان ممكن أنه يغير حالك أنا بشكر الرب لأنه ما تجوزت لأنه لو أنا تجوزت كان عندي مشكلة صارت كبيرة ومشكلة كانت صارت أكبر لأنه أنا صارت مكذب على الرب مكذب على الناس مكذب على الأريبين طبعيني أنا إنسان لا حدا يوسع فيه أبدا 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 وبشكر الرب لأنه ما تجوزت بذلك الفترة طب بدي أسألك سؤال كنت وقت عمالي بتحضر اجتماعات أو بتروع الكنيسة أو شي معين هل كان في شي ديني معين بحياتك روحي معين لا لا أبدا بس في زاوية من زوايا بقلبي هي مدرسة الأحد من أنا وصغير كنت حبا يعني هاي دي هاي الزاوية ما في غيرها أبدا أبدا وأنا من نوع اللي درست أدب عربي وعندي تقريبا مطالعات كثيرة بس ولكن قدام الزنا وقدام ملازات الأرض اللي كنت أنا فيها كله سفر ما بعرفش أي شي عن يسوع إلا من خلال بس مدرست الأحد هاي الزاوية الصغيرة طيب من لبنان إلى أستراليا من عذاب إلى جحيم من معصية إلى خطية ومن إثم إلى الشرور طيب أين أين الله كيف استطاع المسيح أن يصل إليك وأنت في مستنقع الشر وأنت في طين الحمق وأنت في هذا البعد اللي قلت عنه إنك رحت ومعرفت ترجع شو صار بإسراليا بلاشت شغل أكيد يعني مثل حقيقي إنسان هناك كنت اشتغلت بمحطة بنزين وكانت كل يام الصباح روح أنا وقريبي على المحطة نفتح المحطة قبل الساعة 8 كان معنا الشباب بيشتغلوا من الإراق في مكتب صغير بالترمبة وبحطة البنزين ما حدا بيفوت على المكتب إلا أنا والشاب قريبي نهار الخميس نهار الجمعة كان نهار جمعة نوقف في الشغل لأن نروح كلمة السهر وكلمة السكر وكلمة هشي منشان نحصل أمورنا أو يا جمعة أو سبت بسكر نهار خميس عشية بدنا نسكر المحطة ثاني يوم بيقلي أحد الشباب بيشتغلوا معنا بيقلي ممكن تفتح المكتب لأنه بدك تعطيني مصاري لأنه محتاج رحت أنا يا سوري قبل من عشية كنت كتير كتير شربين كتير كنت شارب كتير كتير سكران ووجع راس كتير قوي ومش عارف إذا بدي يقدر الصبح قوع وما بعرف كيف الرب رتب الأمور كله سوا وخليني قوع بكير ورحت أنا على ترمبة البنزين وفتت لجو وعيد طلو للشاب وعطيت مصاري وقل الله معك أخ بيتر أخ بيتر رح وقفك هون منشان نخلي المشاهد على يعني توقع شو اللي لقيته على الدسك عندك بالمكتب هنطلع على الفاصل عزيزي المشاهدين وصلي أنكم تتابعون إلى أي درجة ممكن الخطية تذهب بالإنسان عندما يرفض الله ويرفض معاملات الله ويذهب وراء الشر حتى يدركه الشر والشرير لكن يا حبائي الله الذي هو غني في الرحمة من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها ونحن أموات في الخطايا أحيانا مع المسيح هنتابع بعد الفاصل أحبائي كيف وصلت نعمة الله إلى بيتر وهو في عمق الشر وهو هناك في البعد بعيدا عن الله كيف وصل إليه الإنجيل بعدها أعزائي المشاهدين برحم فيكم مرة أخرى في هذه الحلقة الخاصة من برنامجكم أنت تسأل والكتاب يجيب معي الأخ الحبيب بيتر من لبنان عمالي نتتبع معه أحبائي كيف قادته نعمة الله من مستنقع الشر والخطية إلى نعمة الله وإلى ملكوت ابن محبته يقول لنا الكتاب المقدس أحبائي وهم الذين وثقوا بالرب يسوع المسيح غلبوه غلبوا الشيطان المنتقم إبليس الذي يريد أن يبقى الناس بعيدا عن المسيح وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم ولم يحبوا حياتهم حتى الموت تعال إلى المسيح مثل ما أجي خي بيتر ومثل ما أنا أجيت للمسيح تعال إلى المسيح كما أنت وأؤكد لك والكتاب يؤكد لك أن المسيح حين تأتي إليه حينئذ لن يبقيك كما أنت اللي أجو للمسيح أجو مثل مهني كما أنا آتي إلى فادي الورى مستعجلة وحنشوف كيف الأخ بيتر لا أدر حاول حاول أنه يخلص حاله حاول أنه يبط يبطل خطية حاول أن يكف عن فعل الشر والخطية ولكن هي هذا كل ما ينسى أمر يروح لأمر قال خليني غير البلد خليني فكر بالزواج خليني أدمن المخدرات فزاد توغلك في الشر والخطية أحبائي ازديادا رهيبا وزاد الطين بلة إلى أن وصل أحبائي مثل ما بنقول بالإنجليزي to the end of his robe وصل إلى نهاية نهاية حياته وبعد ذلك عندما يصل الإنسان إلى نهاية نفسه يفسح المجال لله بعظمته بخلاصه بصديب مسيحه لكي يأتي ويخلصه الأخي الحبيب بيتر حاب أقول لكل المشاهدين اللي عنده أي اتصال اللي عنده أي سؤال اللي عنده أي تعليق على الاختبار الأخي الحبيب نحن حابين نسمع منكم اليوم إذا عندك أي بعد أن التحدي ما يزال قائم أي دياني أي فلسفي تقدر تغير إنسان بهالصفات وتعمل منه إنسان قديس إنسان انظيف انظيف بمعنى كلمة انظيف إنسان كان يعيش لنفسه وشهواته والآن يعيش لخدمة الآخرين ولخير الآخرين كان ما بيطلع منه إلا كلام بذيء الآن لا يطلع منه إلا كلام صالح مصلح بملح كلام حلو كلام مشجع بالأول كان لا يحترم أحدا الآن أحبائي مش بس بيحترم الناس وبدو كل الناس تعرف المسيح يلي خلصوا فأنا أتحدى إذا في دياني برة إذا في فلسفي بتقدر تغير هيك إنسان جيب لي إياها خيل حبيب بيتر وصلنا إنك كنت سكران وبعدين ما بعرف كيف فقت وصلت على المكان عملك وبعدين أنت وقاعد عمالي بتشرب قهوي شو صار معك أخوتي في شغلي صغير أنا كان قبل بيوم كتر ما شربت كترت شرب تعبت قلت له أول مرة بطلب بحياتي قلت له يا رب ساعدني دي أول مرة بحياتي أنا كنت بطلبها دي سيتها ما حكيتها أنا بالاختبار مش مشكلة فقط قلت له يا رب ساعدني إذا ساعتني أنا بدي بدي أترك اللي أنا في يعني قلتها وما بعرف كيف وصلت على البيت بوقتها مهم أنا الثاني يوم ما طريحت على المكتب وفتت لجو مأشرت ووجع راس كتير قوي وكتير تعبين ومش عارف حالي شو بدي أما عم بيحكي مع أهلي على التليفونات ولا ما عم بيحكي مع حدا عم بيحش حياة يعني مثل شبيه بالإبن الضال اللي رح عايش مع الخنازير بالعرب اللي مش برح نعم طلعت هيك على المكتب لقيت كتاب مؤدس لونه أسود من جلدي من برة بفرحت كتاب مؤدس باللغة العربية بفرحت كتير أنه شي عربي أول مرة بشوف شي كتاب عربي يعني ما حدا بيجيب لا صديقي بيقدر يجيب قريبة ولا ما في حدا بيقرأ كتاب مؤدس محل ما كنت أنا موجود عيات لها للشخص اللي بيشتغل عنه قلت له إخي ما معروف قلت له أنت جبت هذا الكتاب لهم قال لي لا قال لي صدقني أنا بقى سكرته ما في حدا قلت ممكن لش حدا يكون جايب أو طريق الغلط ما بعرف المهم فتحت الكتاب المؤدس يعني ما بعرف شو خليني أفتح كتاب المؤدس فتحت الكتاب المؤدس وقعت عيني على أي حبيبي على قلبي هذي سبب شرارة بقلبي بيقول إن كانت خطياكم كرم للبحر وحمراء كدودي فيجعلها الرب بأشعياء فيجعلها الرب بيضاء كالثلج وأعماء بيحكي عن الخطياك أنا بيحطها بأعماءك البحار طلعت فيه هيك قلت له لك يا رب أنا بدي أكتر من ألف مسيح أو مئة مسيح ما حبيقدر يغفر لي خطياي أنت بتغفر لي خطياي أنا سببت هالكتاب قدامي أنا وطلعت فيه هالكتاب المبرى بذكر أنا هالكتاب المبرى جلدي سودى بس ولكن من داخله كان نور العالم لأنه مبرى كان بس من فقط بس جلدي سودى ولكن جول هو حياة طيب في بتصور في مشكل في مشكل بالصوت أخي بيتر أخس معي شخص عم بيرين طيب أوكي في مشكل يمكن بالصوت في مشكل بالصوت طيب يعني اللي فهمت منك أخي الحبيب بيتر أنه أنت الصبح رحت على المكتب تبعك فيء من السكرة بس قبل بليلي صرختله وقلت له يا رب سعدني وصلت لمرحلة بحياتك أنك خلص رفعت العشرة أعلنت إفلاسك قلت له وينك يا رب أنا بحاج لألك فكان جواب الرب لألك في الصباح أنك من حيث لا تدري بأستراليا مكان ما في شي عربي بالمنطقة اللي أنت فيها بتلاقي على الدس تبعك على المكتب تبعك بتلاقي كتاب مؤدس بالعربي وبتفتحه وبيجي صفحاته على إشعي واحد عدد 18 هلما نتحاجج يقوله الرب إن كانت خطياكم كالقرمز طبيضه كالثلج وإن كانت حمراء كالدودي تصير كالسوف فكان رد فعلك قلت له أنا بدي مليون مسيح أو ألف مسيح لحتى يطهرني ويبيضني لأنك أنت بتعرف خطياك وبتعرف حالك مصبوط صح طيب بعدين شو صار بعدين سكرت الكتاب المؤدس وارجعت الشرب بنتفت نيس كافي لبما خلصت الشرب فتحت الكتاب المؤدس عن جديد على يوحنى يعني أنا بحيتي مش كنت فتح بكتاب المؤدس عن جديد وكتنت كشب يعني فتحت الكتاب المؤدس على يوحنى صح 5 وكأنه الرب كان عم بيكلمني الكلمات من العهد الجديد تقفز من قلب الكتاب على قلبه حقيقة يعني أنا عم كنت عم بيحكي مع شخص شخص مقبير شخص واجه لوجه هيا حقيقة أنا ما فيني أهرب منها أبداً بحياتي مش عم بيحكي معي كتاب مجرد كتاب شخص عم بيحكي معي فتحت اليوحنى هذي الآيات محفورة في داخل قلبي وما ممكن إنسايا أبداً بيوحنى 5 كان مكتوب الحق الحق أقول لكم من يؤمن به وبالذي أرسلني وله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة بتقدم تقل من الموت إلى الحياة قلعت هيك قلت له يا رب ما بعرف شو بدي أطلب منك ما بعرف شو بدي أقول بس أنا بدي إذا أنت بالفعل أنت أنت الإنسان اللي تعطي حياة أبدية أنا بدي هذه الحياة أنا بدي بدي يكون معاك بديك تساعدني قرأت قرأت يوحنى قرأت الصحاح السادس السابع قرأت رجعت قرأت وكله سوا فرح كان عظيم بقلبي حس رب عم بيكلمني كان كلمي ولا كلمي ما يلأ مثل كأن أم عم بتطعمي ابنة بالملعة كل كلمي بكلمتها نعم قبل فترة هاي دي بس رحتش ما دخنت ما دخنت ولا سيجارة طب عندي سؤال هنا أخ بيتر عندي سؤال مهم نعم ما سألت ما عرفت منين إيجا الكتاب لمقدس صدقا أمام الرب سألت كل العمال عنه ما حدا قال لي أنا جمت كتاب مقدس حتى ريبي قال لي أنا ما جمت كتاب ما بعرف ممكن أحد الأشخاص كان مرأ من هونيك وضع هالكتاب هونيك ما بعرف صدقا حلو يعني أنا بس حابب أكد على أنه عندما تصرخ عزيزي المشاهد ما بعرف أنت في أي في أي وادي في أي حفرة في أي إدمان بارها بعد ما حطيت الإعلان على الفيسبوك على صفحة الفيسبوك تبع اتصل فيه أربع خمس أشخاص أخي اسماعيل نحن بحاجة أنك تصلي من أجلنا إدمان وأمور كثيرة أنا بقول لك إذا كنت مخلص وإذا كنت تعبان إذا كنت تعبان المسيح لن تعدم وسيلة في أن يصل إليك عم نشوف أخونا بيتر صرخ يا رب سعدني يا رب أنا كرهان أرفان من العيش اللي أنا فيها تقريبا كانوا هكذا عم بيقول فكان صوت الله يبعثه الكتاب لمقدس صوت المسيح إلى الآن يقول تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلين أحمال وأنا أريحكم عزيز المشاهد تفكر بهالكلمات ما في شخص على وجه التاريخ إدر يعيش وإدر يقول هالكلمات هذه لأنه الكل كانوا تعبانين والكل كانوا عم بيدوروا على أحد يريحهم وحده الرب يسوع المسيح الذي ما يزال يقف والذي صوته ما يزال يجلجل على ناصية الزمن وناصية التاريخ ويقول تعالوا إلي مش تعالوا الديان المسيحي لا تعالوا إلي يا جميع المتعبين يا متعبا تعال للخطوة والثقيلين أحمال تعال إلى يسوع وأنا وأنا أريحكم تفضل أخ بيتر شو صار بعدين بعدها أخ أخ اسماعيل كان عندي وجع راس كتير قوي راح وجع راس مني نهائيا يعني نشكر الرب أنه ما عد في وجع راس وهاي الفترة كان في حدا من شخص سيدة كنت عطول أنا وياها فترة كبيرة يعني من الفترة زمنية وكن بدي أتخلص منها ومش عارف كيف يعني أنا بدي أهرب من الشخص هيدا ومش عارف كيف بدي أتخلص منها وحبات كلام الله لأول مرة بقرأ وبعرف شو هو المسيح الحقيقي يعني مش مسيح الأرثودوكس لكننا نعرفه ما أعرف شخص بالحقيقة شخص إله مغير يا رب شو بدي أعمل طب أنا شو بدي أعمل مش عارف كيف بدي يبلش ولا عارف شو بدي أحكي بس بعرف شغلة واحدة أنا ما عادي عندي واجع راس أنا عم فكر حتات الكتاب وقد سكرته عم ما فكر بيني بالنفس شو بدي أعمل أنا هلأ بهذه البنت اللي كنت أنا وروح أنا وياها فجأة بدي رقم التليفون اللي عندي أنا بتطلع هي يا رب طب حكي معا أنت أنا شو بدي ما عارف شو بدي أقول حكي معا طبعا أنا هلأ بدي أكون معك بس بس محلوقة فتحت التليفون خط قلت قلت لأ أخ بدي أخ بدي أخبرك شي طبعا نعم عم تبكي قلت لأ أنا ما عارف بدي أحكي أنا أخ بدي أكون معك ولا بدي أكون أي فعلي أبيني بدي أخبرك نعم قلت لأ أخبرك عم تبكي قلت لأ أخبرك من أهلك بلبنين ميت قلت لا أبدا بس أنا أررت أنه أنا أبدا نهائيا معك إذا هاك أنا خلاص ما صدقت حالي كيف قلت لي هاك سكرت الخط قلت يا رب حقيقة بالفعل أنت مش خرافة يعني شو عم بيصير معي أنا رفعت التليفون اللي عندك هيك وأنت أكل أنت حكيت عدت أقرأت من الساعة تقريبا شساعة عشرة صباح لشساعة سبعة عشية لا أكلت ولا أشربت أبدا أبدا بس أشرب مي وقعد أقرأ بالكتاب المؤدس أقرأت يوحنى تقريبا شي أربع مرات ما أعرف شو غير يوحنى غير يوحنى غير بالمؤدس ورحت أنا على البيت بس رجعت أنا على البيت منعم دخن ومنعم مشربت شي أي شي على الطريق حملت حولي فلت شافتني قربتي بالبيت قالتلي شو بيتر قالتلي أنت بدك تشرب هيك قالتلي أنت بدك تشرب هيك وتذكر هيك قالتلي لا خلاص أنا هالمرة ما بدي أشرب بحياتي وأنا ببعدك ما بدي روعتني وأنت قلتلي بدك تشرب وقلتلي أنا حقيقة ما بقدر بسلق في شخص بدي يساعدني قالتلي مين هو فكرت أنا دكتور أنه معالج أو شي قالتلي لا فريح اسمه يسوع بإنجيل يوحنى أنا تضحك علي قالتلي شو ما تحكي أنت قلتلي مثل مني عملك أنا حملت نمت فت نمت كأنه وأول مرة بنين بحياتي فت فت على غرفتي وفت ببيتي شوفت حالي إنسان الدخان بالأرض الوصخ بالأرض يعني كنت عيني نزل منها أشور وصرت تشوف الدنيا على حقيقتها أنا أنت أنسا أين كنت عايش وأين رايح أنت عندك بعد جغرافي عن الرب وبعد زمني وبعد حياتي عن الرب ثاني يوم قمت نفس الخبر قمت بكير حملت حالي ورحت على الشغل فتحت الإنجيل وبلشت أقرأ بالإنجيل بلشت أقرأ كمان بيوحنى يعني أخ بيتر لحد هلأ أنت مسكت الكتاب المؤدس عمت تقرأ بالكتاب المؤدس بس بعدك نفس الشي يعني أول شي صار عندك حس معين أنه العلاقة الدنيسي مع شو صار معك هذا اليوم كمالك رأتي في أحد الأخوي أنا بعرفهم من أخ قريبين أمي يعني بس عايشين بإستراليا بمقاطعة تانية بعرفه هو أخ مؤمن كان بس كان نلتقى فيه عن نقعد من المحل نعم الباربيكيو كان يحكيني عن الرب وأنا تمسخر عليه شو عم تحكيني أنت عن الرب ومال رب قلت له واتفاجأ هو واتشاف رقم تليفوني قلت له أنا بدي أشوف ك ضروري بدي أحكي معك قال لي لك إذا تتمسخر علي واتتمسخر الرب بترجاك ما تحكي معي هك قال لي لأ حقيقة يا أخ أنا بدي أحكي معك ضروري قال لي نلتقى نلتقى من حل معين رحت أنا لعنده قلت له صار معي القصة صارت معي أخونا الحقيقة صارت معي هيك هيك بصة وأنا اللي هلأ من المبارح لليوم مش شارب ولا سيجارة بس أنا مبسوط لأنه أنا قريت وصار معي هيك هيك عن قال لي لك ابني بدي أخبرك شي قال لي ما تأسي قلبك الرب عم يدق على باب قلبك حالو استجيب قلت له أنا كيف يدق على باب قلبي مش عم يفهم كلماته مظبوط قال لي افتاح قلبك للرب قال لي يا رب ادخال على حياتي وعلى قلبي قلت له أنا حقيقة النوع اللي كنت عنيد قلت له أنا هذه الكلام ما بقتناع فيه قال لي رجعي كراء الكتاب المؤدس كراء يوحنا كراء البدك بس قال له يا رب فهمني شو عم بكراء وأنا بدي أعزمك نهار حلو إذا بتحب تروح نعم قال لي على الأقيد أنك بتكذب كتير قال لي لا خلاص أنا بوعدك أن النهار الأحد سيكون موجود بالفترة اليومين للأحد كراءت الأربع أنجيل وقرأت الأربع أنجيل وأعمال الرسل وصار عندي شوء أخ أخ اسماعيل أني أنا عم بكرة شوء تخيل أعشق الكلمات أعشق الرب بشكل غريب مثل الطفل بيحشق أمه بنت بتاع خطيبة أو حبيبة ما عد 48 ساعة لا كحول ولا ضخان ولا حتى أشياء جنسية نسيتا يعني كلمة يعني الكلام اللي كنت تسب وإحكيه ما عد أجي على الثانية نهائية يعني أنا صبت استغررت بحال وقفت هك بيني بالنفس الإيئة يعني كأنك بيتر كأنك فتحت حنفية مي نظيفة يعني كل حياتك عمالة حنفية عم تشرب مي وسخة كل مفاجأة مختلفة بطريق مختلفة أنت هلأ عمالة تشرب بدماغك عم يفوت على ذهنك مي نظيفة طيب رحت على الاجتماع وشفت البروغرام شو صار معك قبل أخ سمعين أنا كنت اشرب سبيد كنت اشرب سبيد يعني يعطيني أو انتعاش بحسب كم مفهومي أنا مثل أنيرجي دريق يعني مشروب طاقة نعم 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 وما قدر نعم يعني ده الواعي يخليك متوتر يخليك على عصابك نعم نعم يعني تعمل أشياء أنت ما بس فيها نعم إذا ما شربت منه حس حالي عندي نقص بهالفترة اليومين وثلاثة ايام ما بيّن يعني ما إجع على دماغي نهائيا ولا أبدا 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 بس عطول أنا ونيم تذكر تذكر أن ربي يسوع المسيح كيف صلبو كيف ضربو يعني ما أعرف ريتا أنا العقل أو شي من جوا عم بيردد الكلمات داخلي داخليا من جوا ما أعرف شو عم بيسير يعني كعندي صراع جوا كأن خلايا ميتة عم بتحارب خلايا حي طيب رائح راحت على الاجتماع راحت على الاجتماع بالاجتماع بس شافني الأسيس كأنه شاف شيطان بحب ذاته فزع مني بيعرفني أنا و أنا شو قدر كنت أعمله قال له له هذا الأخ مين شو جاب هذا له قال له ما تخف ما تخف هلأ بدي يجي على الكنيسة وأنا ضعيته على الكنيسة بقى كان في أخ سمعيل ناس جايين كتير من من بلدان مختلفة رعاة كان أصنب بشرين مهم قعدنا وأكلنا أنا بوقتها ما شربت يعني لا أكلت ولا شربت بالمعنى كنت أشرب قال الأسيس يا أخ بيتر ممكن تعرف تخبرنا وشي صار معك قلت له أسيس بتعرف بتعرف حياتي أنا بتعرف أنا شو كنت منان جيت ونأي خلفية وكيف قال لي بعرف كل شي عنه قلت له حقيقة نصار معي هيك 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 كنت قاعد أنا بترمبت البنزين وكتاب مؤدس حسات شخص عن بيحكي معي ويكلمني والآيات اللي قلت لك عنها برجع بلدك ياها أنا خيطمونا على صفحة قلبي قال لي فيك تقلي يوم بلدك أنه يبي يحنى الحق الحق أقول لكم من يؤمن بي وبالذي أرسلني له حياة أبدي هي نقطة هم كتير مهمة ولا يأتي إلى دينوني حتى ما في دينوني على البيئة من بي يسوع المسيح بل ينتقل نقطة إلى الحياة قال لي بتعرف كيف هذي الكلام أنت عم تحكي بتعرف الطبق بحياتك قلت له أبدا قال لي لك أخي بدي أحكي كلمتان قدام كل هالأخوين بتفضل أسيس قال لي لك حكاية لقصة الشعب العبور في مصر قال لي الله طلب من موسى وقال له لموسى اليوم بدي ملاك الرب بدي يمرأ بيقرر مصر وكل عتبة مع لي دم على الباب العتبة بيموت البكر أي أول شخص بالبيت أو أنت أو ماشي قلت له نعم قال لي اعتبر حالك أنت بهذاك العصر وشفت موسى أو شفت فلان عم بيعمل إيكس أو بيعمل علي مفاق العتبة بالبيت عملت مثله عن جهل بتموت أم ما بتموت قلت له ما بموت قال لي لماذا بتموت قلت له لأنه الله بيعرف القلب قال لي لا لأنه الله ينظر إلى الدم ويعبر قلت له أنا بس يعني إذا أنا حتى الدم ما بموت قال لي إذا تغسل بدم يسوع المسيح ما بتموت قلت له أنا بدي تغسل بها الدم يعني حساتك نقطع هالنقطة أنا بدي إيها يا رب أنا خلاص بدي إيك بس مني عارف كيف يبدأ بلش؟ من يارك كيف يوصل لإلك؟ قال لي ما استعد تطلب الرب مخلص لحياتك؟ قلت له نعم قال لي ليك الرب ما عنده كلمات سحر الرب ما عنده كلمات من نوع الانتبياتيك أو الدوام بده قلبك بجاي يعمل معك علاقة شخصية بده يحريرك بده يغسلك بدمه بتقبل أنك أنت سلم حياتك للرب؟ قلت له نعم بقبل سلم حياتي للرب وأنا مستعد سلم حياتي للرب أخي سماعيل الفيديو موجود في أستراليا ركعت أنا والأخوة ركعت أنا والأسيس وصليت وطلبت الرب مخلص شخصي لحياتي وأنا وطلبت الرب صرخة صوت أخي سماعيل حسات طلع مني ألف شيطان يعني حسات حينفجر حينفجر جسمي قلت له أسيس أخوة يجهدونك تحققها على الأرض قلت له جسمي نار أسيس أحد يسئني ماء شربوني ماء قاعدت لقيت الأخوة منهم كانت عم يبكوا الأخوة منهم كانت عم بيسبحوا الأخوة كانت عم بيصلي أنا هيدا كل الأشياء ما معي خبرها يعني كان أخ عم بيصلي هون الأخ تاني عم بيرنم من هون وأنا قاعد كنت عم بيطلب الرب وأطلبت الرب وخلص شخصي لحياتي باللحظة طلبت فيها الرب الرب سكب بقلبي روح للأدوس وغيرني وأنا من وقتها من وقتها يا أخ سنيل تركت الاجتماع ورجعت على البيت رجعت على البيت دلات تتبر عن مدة أسبوع أسبوع كل يوم أقرأ 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 العهد الجديد قرأته شي شي عشر مرات ما بعرفش اللي يخلى قلبي لأنه كلام الله أنه كلام أسر قلبي من جوا أمين وحبسه وسكن في قلبي أمين لك المجد يا رب بدي أقول أخ اسماعيل طيب خلينا نطلع الفاصل وبعدين هنكمل لأخ بيتر وبننا نركز هلأ شوي بس على كيف تغيرت حياتك وبحب أأكد لعزائي المشاهدين أن خطوط التليفونات مفتوحة وحبين نسمع منكم عزيزي المشاهد ألم تتعب بعده من الشر والبعد والضياع تعال للمسيح الآن ليريحك وليحي فيك الأمان تعال تعال إلى المسيح حنشوف كيف تغيرت حياة أخونا الحبيب بيتر صرخ له والمسيح أتاه من كل قلبه صرخ وقال له يا رب ساعدني نجني يا رب أنا وصلت لنهاية حياتي فابتدأ المسيح بالمعاملات بالمعاملات الرائعة من خلال كلمته من خلال الإخوة لحد ما وصلت الرسالة واضحة وجلية أن خي بيتر كان عليه أن يخصص عمل المسيح ودم المسيح الذي يصفك أن يخصص لنفسه ويقول له يا رب يسوع تفضل ادخل إلى قلبي وإلى حياتي عزائي المشاهدين هنطلع الفاصل عزائي المشاهدين أهلا وسهلا فيكم بهذه الحلقة الخاصة من برنامجكم أنت تسأل والكتاب يجيب اختبار الأخ بيتر من لبنان عزائي قال الكتاب المقدس أو قال رسول بولوس صادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول أن المسيح يسوع قد جاء إلى العالم ليخلص الخطاط الذين أولهم أنا لا يا حبائي ما في خطي ابتعص على دم المسيح وما في خاطي المسيح ما بيقدر يخلصه لهذا الغرض أتى الرب يسوع قال الرب يسوع لأني لم آتي لأدعو أبراراً بل خطاطاً إلى التوبة سيدي قال أن الأصحاء ليس بحاجة للطباء لكن المرضى أنت مريض مرضك الخطيئة كلنا مرضى خطاط لكن انت شايف حالك مريض شايف حالك خاطئ وما بتقدر تخلص حالك والله شايف حالك أنك خاطئ بس بتقدر تخلص حالك تعال تعال ومن آصرة تعال إلى المسيح مثل ما أجل أخيل حبيب بيتر معنا اتصال على الفايبر وبعدين نجعل أخ بيتر أهلا وسهلا ميم معي كيف الحال؟ أهلا وسهلا ميم معي؟ حيدر حيدر من فلندة أهلا وسهلا إخ حيدر أهلا وسهلا بك سلام المسيح أخ بيتر سلام ونعم وقمت تقرأ في الإنجيل وقمت يعني حال تتعمق بالإنجيل هذا الصحيح وأنا أشكرك أنا أشكرك جزيلا شكر يا رب ويثبتك على هذا الإيمان المسيحي بربنا يسوع بعطاء يسوع كل ما تملك وشكرا إلك جزيلا وأشكر الأخ اسماعيل على هذا البرنامج الجميل الحلو أشكرك يا أخ بيتر الرب باركك ونحن نشكر الرب من أجلك من أجل عمل نعمة الله في حياتك يعني ما أعظم هذه النعمة فالولدان بعيني مسلمة بحاجة للمسيح والولدان بعيني مسيحية بحاجة للمسيح الكل كلنا نحتاج إلى الرب يسوع المسيح وهوني بنشوف يا حبائي يعني خي حيدر أنا بقولك أنت بلا عذر وخي بيتر أنت بلا فضل ياللي والدان بعيني مسيحية أنت بلا فضل هذا مش منك وخي الولدان بعيني مسلمة مثل خي حيدر وأنا نحن كنا بلا عذر لأنه عنا عقل نشغله ونكتشف أنه اللي كنا فيه ليس سيودينا إلا إلى جهنم لكن عندما أعلن لنا الإنجيل مضبوط يا أخ حيدر عندما أعلن لك شخص المسيح وعندما شعرت باحتياجك للمسيح طلبته لقلبك أمين أخ بيتر عندك تعليق أبدا أنا أشكر رب لأجل أخ حيدر والرب يكمل معه مع عائلته باسم يسوع المسيح أمين 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 بعدك معنا أخ حيدر أمين الرب يباركك حبيبي أمين حبيبي طيب شكرا لكم أشكرك طيب إذا معنا اتصال بنرجع لأخ بيتر طلبت الرب وروحت على البيت لمدة أسبوع بس عمالي بتقرأ بالكتاب المقدس بالعهد جديد حكي لي أخي الحبيب أخي الحبيب بيتر شو صار معك المخدرات عندك لتدخين عندك الأفلام الإباحية والعلاقات متعدد مجدد السلام öglich سلام الرب يسوع معك أهلا وسهلا مين معي؟ معك ميران من فنلندا ويام؟ ميران ميام أهلا وسهلا أولاً أبارك الأخوية بيتر من أجل الخلاص ونشكر الرب يسوع المسيح الآن علن إيمان أمام الجميع يا سلام أمين الله يبارك فيك أخوية أولاً الرب يسوع المسيح في يوحنف مستعش قال ليس أنتم أخترتموني بل أنا أخترتكم وأقمتكم لتذهبوا وتأتوا بثمراً ويدوم ثمركم لكي يعطيكم الآب كل ما طلبتم بإسمي أمين أخي الكريم بيتر هذه الآية مسند وواضح أنه الرب يسوع المسيح هو اللي اختارنا فقط أحنا لازم ننطيء إيدنا نمذلأ إيدنا فهو رح يشيننا من وسط النجاسة ووسط المزبلة ويخلينا إلى الطريق طريق الحق طريق النور طريق يسوع المسيح له المجد أمين يا أخ ميام أمين بفضل أخ بيتر أمين الرب يسوع عفوا بل أنا أكثر عفوا هناك رسالة إلك كمؤمن عابر من الإسلام إلى دين الحياة دين الحق طريق طريق النور طريق الرب يسوع المسيح لازم لازم نتذكر شيء أنه الرب يسوع المسيح قال في إنجيل متى لصحاح الخامس أنتم ملح الأرض ولكن إن فسد الملح فبماذا يملح لا يصلح بعد لشيء إلا أن يطرح خارج الوداس من الناس أمين يا أخ ميام بس الأخ بيتر الأخ بيتر يعني لتعجبك والدان بعيلي مسيحية مش بعيلي مسلمة والأخ بيتر والأخ بيتر بحاجة كان وكل شخص مولود بعيلي مسيحية بحاجة أن يكون في علاءة شخصية بينه وبين المسيح لأنه المسيحي الحقيقي من وراثي ومنه لأنه ولدت بعيلي مسيحية أنا بطلع مسيحي لا هي قبول شخصي للمسيح ولعمله الكامل على الصليف في القلب هذا اللي بيغير الإنسان مثل ما أنا إنسان مسلم حضرتك خييم أيام حيدر لاتصلوا كنا في الإسلام بحاجة لخلاص المسيح كذلك الولدانين بعيلي مسيحية بحاجة لخلاص المسيح أمين أيضا رب يسوع قال أي أن كنت أن كنت مسيحيا ولدت أو ولدت مسلما أو ولدت غيرا وغيرا وغيرا رب يسوع قال تعرفون الحق والحق يحررك يا سلام يا سلام إلك المجد أمين يا أخ ميام أمين حبيبي وإن حرركم الإبن ابن الله فبالحقيقة تكونون أحرارا بشك كتير لأجل اتصالك ربي باركك في عنا حنصلي لأجل أخ وقع في الخطيئة لكي يخلص الله خيه يلي وقعت في الخطيئة إذا أنت إنسان حقيقي مؤمن في المسيح وفي الرب يسوع المسيح أكتب إليكم يا أولادي هذا لكي لا تخطئوا وإن أخطأ أحد يلي وقعت في الخطيئة وإن أخطأ أحد يلي صارت الخطيئة في حياتك الاستثناء مش القاعدة ما كانش لازم تغلط لكن غلطت فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار وهو كفارة ليس لخطيئنا فقط بل لخطايا كل العالم توب ارجع لربك ارجع فان اعترفنا بخطيئنا فهو أمين وعادل يخفر لنا خطيئنا ويطاخرنا من كل إثم مش بس تحزن على أنك واعد بالخطيئة لا شوف شو اللي خليك توقع فيها وأقطع شيل من شان ما ترجع توقع فيها مرة تاني خلي يكون عندك تغيير بالفكر خلي يكون عندك التصاق بالمسيح وبكلمته شريعة إلهه في قلبه فلا تتقلق الخطواته خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك ويلا ارجع الشفيع موجود والشفيع اللي فيك الروح القدس موجود وكلمة الله بالطهر يلا قلت اعترف للرب بذنبي وأنت رفعت آثام خطيئتي يلا خلينا نتوب ونرجع ونتمسك بالرب ونقول له يا رب أمسك يميني أيها القدير كن أنت عوني حيثما أسير أخ بيتر أمين شو صار معك نعم حكيلي حياة النظافة حياة الطهارة حياة القداسة شو صار معك بعدين بعد ما أمنت بالرب يصل لمدة أسبوع لم أعد شربت لدخان لم أعد شربت ألكول لم أعد شربت مخدرات لم أعد عملت أي شيء أبدا 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 حبست حالي كن كني بغرفة وما طلعت على الشغل وبلشت أقرأ أقرأ عليقة عشق بيني وبين الرب يسوع المسيح يعني أقرأ أقرأ وما أشبع أقرأ أقرأ وما أشبع يعني تقل عندي عطش تقل عندي يجوع لهالكلمة كل ما قرأت كل ما صار عنديHA شخصية أكثر مع الرب هالأسبوع له، كل ما سواه أنهار الأحد أنهار الأحد الأخ إسماعيل وعلى فكرة قبل ما إدخل به أيدخان ما عند على بالي بخام ولا عند على بالي أ tiempo ولا عند على بالي أي شيء كنت أقول عن طول يا رب ساعدني يا رب ساعدني يا رب ساعدني هي الكلمات ما كنت أعرف غير ربدة يعني أنا فهمة التي شغلة وحدها معي يا إنسان أنت عملك عملته الآن زيح على جنب صار عملي أنا عمل الرب عمل الإنسان خلص لحد هون بلش العمل فقط طبيعة البشرية يعني أنا بعد ما صار هذا الشيء معي رحت عملت فحص عند الدكتور ما في شيء بجسمي نهائيا مش كل رب يسوع المسيح ما في شيء بجسمي اللي أوصل بالكلام لقلقش صار معي بس نهار الأحد أخي إسماعيل قريبين نحن ريحين على كنيسة من كاثوليك بغير محل بتحب تروح معنى قتل لا أنا حب قبل بيت بس يرجعوا من الكنيسة بنعمل باربيكيو بنعمل غدا أنا قلت بوعاش الساعة عشرة وعيت زبقت الباربيكيو برا وقعدت وكان طقس كتير كتير حلو لأ كان في عندي أنا بالغرفة بغرفتي براد ما في بقلبه ماي كان عطول بقلبه الكهول والناعة بحب المشروب فتحت هيك البراد قلت بجيب أنينة بيرة وبشربها بهاك تقص جميل جدا فتحت البراد خدت أنينة منها وفتحتها بدي أشربها بيجيني صات بالعربي فيتر انت وعدتني مشرب الباب بقت تشرب اتجهلت الصات أنا اتجهلت الصات ذكرت البراد ورجعت فتحت الأنينة قال لي انت وعدتني وعدت الرب ما بقت تشرب وقعت الأنينة من إيدها على الأرض وانكسرت واركعت وما بق فيني أرفع راسي صرت أبكي قال لي يا رب سامحني يا رب شاعدة كاني أنا جاهز مثل كلمة بولوس يا رب أول ما أجرى بزهروا لبولوس ماذا ينبغي أن أفعل يا رب شاعدة كاني أعمر ما عد سمعت هالصات قمت إبرم بالبيت مثل المزنون حتى أعرف لكم فيش حدا عم يبزح معي ما فيش حدا أبدا بالبيت بسحت الأرض وزبطت كل هالأشياء اجوا قعدنا وأكلنا صبوا لي كاس مشربت عطوني دخان مشربت أقعدوا لي أنت ساير معك شي ساير معك صدمة نفسية ساير معك شغلي أنت ما بقت تحكي علينا ب thousands يغذرك عند الدكتور فأنا مستعد وهكذا أنا ما بيني شي رب غيرني أنت عم تحكي عن الرب أنت عم تحكي عن الرب يسوع منك أنت تحكي عن الرب يسوع على المسيح أنا مستعد تروح عند أي للدكتور عند أي شي أنا مستعد وانا ما عندي همشك لي بهذا الموضوع نصرتك للخطي كيف أتغير طب هذا المشروب ولا سيجارة ولا مشروب ولا ولا أي يعني ما رحت على ريهاب؟ ما رحت مثلا على مرحة معالجة الإدمان؟ ما رحت؟ أنا جايك بالكلام وتعرضوا علي أنك أنت إنسان تصير معك شي يشارب شي لحتى أنك مصطول أنا أبدا أقول لك طلعنا عن الدكتور لحتى نشوف هذا الشي فحص الدم من شكر الرب أنا كنت واسق من أن الرب غيرني من جوا غير لي حياتي طلع فحص الدم ما في شي بجسمي نهائيا يعني لا أسر للألكول لا أسر للعضل عضل الفحص مرتين قال له قريبا للدكتور بترجعك أنك أنت عضل الفحص لأنه هذا مدمن على المربوانة مدمن عن السبيد مدمن على الضخان مدمن ما في شي فحص الدم ما في شي أبدا فحص الدم أكد ما في شي فحص البول حتى ذكرت بعد مننا أن الرب وتغير نعمان السرياني بالغطسة السابعة رجعت لحم مكتل لحم تطف الصغير لك المجد يا رب حاش أن يكون عمله نائس إذن إن كان أحد في المسيح فها خليقة جديدة فقط الرب يسوع المسيح بيقدر يحرر من أشر الخطايا ومن أتعس العادات وأقصى العادات فقط تعال عنده بكل إيمان بكل إخلاص وشوف المسيح شو بيعمل معك مثل ما عمل مع خي بيتر مع اتصال من الأخ يوحنة أهلا وسهلا يا خيوحنة سلام المسيح معك يا أخونا المبارك سلام المسيح لك سلام المسيح مع الأخ بيتر يا أهلا وسهلا تفضل سلام ونعمة ربي باركك لا عفوا نحن فريحين بعودة سيد بيتر ورجوعه إلى الطريق الصحيح طريق المسيح واللي هو طريق الحياة والمحبة والصواب مزبوط جاء جاء في سفل سكرية إصحاح أول على الثلاثة ما يلي ارجعوا إلي فأرجع إليكم يقول الرب القدير رائع وفي العدد أربعة لا تكونوا كأباكهم الذين ناداهم الأنبياء السالفون قائدين هكذا يقول الرب القدير ارجعوا عن طرقك عن طرق طرقكم الباطلة وأعمالكم بالشغيرة ولكنهم لم يسمعوا ولم يسمعوا إليه يقول الرب أين هم آباءكم وهذه الحياة الأنبياء إلى الأبد وكذلك على ذلك نرى في الوقت الحاضر الألوف بالملايين من الخرافة الظالة من أحد بثنا المسيحين المسيحين والمسيحين بالإسلام يأتونا إلى الطريق الصحيح لأنه قال أنا هو الطريق والحق والحياة ومن يدبعني لا يمشي بالظلمة بل تكونوا له الحياة الأبدية آمين آمين نهنيعهم من كل قلبنا ونرجو ضعوا كل التوفيق في حياته الجديدة بالمسيح ونأمل أن يأتي بنفسه أكثر وأكثر مثله آمين أمين شكرا جزيلا آمين شكرا جزيلا آمين رب وبركك يا أخي يحنة يعني رائع ارجعوا إلي أرجع إليكم يقولوا الرب وبعدين بشكرك يا أخي يحنة هالحق المنحكيه أنه وإنت هلأ اذهب وقتي بآخرين طب كمان في عنا اتصال أبل ما كمل مع أخي بيتر عندي اتصال من ابن الرب أهلا وسهلا اتفضل أهلا وسهلا بيكم أخي سلام مسيح إلكم وأريد أنا أنا ابن الرب من من نمسا ولكن أنا غسلي من عراق أريد بالمقدمة أقول لي أخي بيتر مبروغ عليك يسوع المسيح مبروغ عليك تخلاص وهذا أحنا وأجمل شيء اللي رب يستوع قام بالنسبة لك وشكرا جزيلا طبعا الأخ اسماعيل على هذا البرنامج الحلو اللي تستضيف الأخوان يعني مثل الأخوان بالأخص الإسلام أخوان الإسلام اللي يأتونا يعني أنا كمان نفس الشيء كنت من العائلة الآن مسيحي عائلة كاثوليك من العراق ولكن كنت أقول أنا كاثوليكي وأنا لما أموت أروح للملكوت السماء كنا من نعرف بأنه إحنا من ولادة من أباء وأجدادنا كنا نعرف نقول لأنه أنا محمد من طفل الإنسان المعمد من طفل يروح الملكوت السماء كنا فكرانين هكذا مثل الخطر هذا وأنا لم أعمل شيء خطأ كنت تساكر هالشي هذا ولكن إحنا في مرور الزمان طبعا اللي عشنا في بلد هذه الممسا هون قبل ثمان سنوات و رب يسوع فتح عيوننا فتح قلبنا وعرفنا ولكن هي مو من بالأعمال ولكن بالإيمان بالإيمان وليس بالأعمال يعني الرب يسوع دائما يقول أنا الطريق والحق والحياة فمن آمن بي وإن مات فتيحي إذن يعني نفسش يعني الرب يسوع هو الطريق مثل ما قلت الأخ السماعين لا يوجد نبي ولا يوجد أي إنسان أي نبي في العالم بالكون يقول أنا الطريق والحق والحياة سوى الرب يسوع المسيح قوة وأنا كنت يعني أتمنى عندي رسالة للإخوة ما بعرض أنت تسمعوني أخ إسماعيل أخ ابن الرب عم بسمعك في عندك بعد بس بليز الله خليك 30 ثاني لأنه في عندي كمان متصلين نعم نعم شكرا جزيلا عندي رسالة للإخوة لكل بالأخض يعني ما بس المسلمين يعني المسيحيين للكل تفضل الكل الكل نعم نعم الكل خلي يجون للرب يسوع ما كل واحد مسيحي يقول أنا من ولاته يقول أنا مسيح وأنا ما أخذ الرب يسوع هو ما أخذ الرب يسوع يعرف الرب يسوع بعقد وليس بقلب هو هذا رسالة رجاء وشكرا جزيلا أخ إسماعي لك يا حبيبي يا أخ إسماعي شكرا مع كلامة ربي باركك أشكرك يا ابن الرب أشكرك مع اتصال بنت الرب أهلا وسهلا تفضلي الله معكم ومعك أيضا كيفك أخ إسماعي نشكر رب تفضلي أنا بتصل لبارك لأخويا بيتر بنعمة الرب اللي انسكبت عليه وأنا بذكر الرب من أجله من أجل الرب يسوع اللي نور حياته ونور طريقه لك المجد وأنا عم بتصل يعني صدقني دكتور إسماعيل أخواننا المسيحيين كان من الكاتلك ولا من الأرتودوكس ولا من أي مسيحي بالاسم يعني ما بيخافوا على ولادهم من المخدرات ولا بيخافوا عن ولادهم من الأشياء اللي بتعصرهم واللي بتدمرهم واللي بتضيع حياتهم كلها بيخافوا على ولادهم من كتاب المقدس يا رب الأرتودوكس بقولوا ما تمسكوش كتاب المقدس هذا من واجباتكم من واجباتكم تسمعوا بس بالكنيسة والكاتلك كمان طيب لا لازه نحن بنعطب على الإسلام إنهم بيخافوا من الكتاب المقدس بس المسيحيين بيخافوا أكتر بكتير من الإسلام من الكتاب المقدس لا ما بيدرسوا ولادهم من هني أطفال بالكتاب المقدس إنشان ما يخافوش منه وأي أنا إلي أصدفاء أصحاب كبار بالعمر بالسبعينات بقولوا لي من خليس أولادنا يمسكوا كتاب المقدس لأنه بصيروا مثل المجانين بس يمسكوا كتاب المقدس وأي هالكلام وأي هالكلام يطلع من من إخواننا المسيحيين من حبيبنا يا أختي يا أختي بنت الرب فاقدوا الشيء لا يعطي لا يعطي فعبل ما نوصل للأولاد بنا نوصل للأهالي نشكر الرب في كتير عمالي بيجوا للمسيح ونشكر الرب في نهضة في كل الكنيس في الكنيس الأرثوذكسية والكنيس الكاتوليكية في كل مكان روح الله يعمل تأكده ونشكر الرب لأجل هالقنوات وهالبرامج يلي فيها عم بنوعي الناس وبنقل لهم يا جماعة اللي قالوا الرب يسوع تضلونا إذ لا تعرفونا الكتب ولا قوة الله أنا بشكرك أنا عرفتك مين أنت يا أختي بنت الرب الرب يباركك وشكرا كثير لأتصالك أخ بيتر يعني الوقت دهمنا لكن شو تعليقك على يعني على اللي قالت وإخر شي من تلرب لأنك أنت اختبرت هالشيء هذا لأنه ما عرفت شيء عن المسيح ببيت أهلك تفضل طبعا أنا معه بكل اللي قالته لأنه نحن بالحقيقة ما كان أحد لا يقرأ ولما يبحث فقط نحن تقاليد 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 لا أكتر ولا أقل نعم وبس شخص يبين حقائق يضطهد ويحسب مهبول أو يحسب إنسان أنت جاي تغير تغير حياتنا نحن أبا عن جد كنا مسيحيين أنت اليوم جايين جايبين كتاب جديد أو مسيح آخر يعني مسيح اللي نحن اللي نعرفه مسيح العلاقة الشخصية نحن الساكن نروح لقدس بحياتنا غير المسيح اللي عند الأرتوديوكسي والكاتوليك يعني شخص تاني إنسان تاني من نحن مختلف نهائيا كلمان هيك أخ اسمعين أنا بشجع كل أم وكل أب يجيبوا أولادهم من عشي يا أبني يا بنتي تعال نقرأ لو أنه كل يوم إصحاها حلو الرب يشتغل بهالأسرة طوبة لبايت قائمة من شعاره حب المسيح أخ بيتر يعني قالت الإخد بنت الرب قالت إنه بتصيروا مجانين بس نقرأ نكتب لبقادس بتصير مجانين إذا كان الجنون هيك يا مرحبا بالجنون ابعت لي ابعت لي مليون مليون وسأة منه لهذا إن كنا مختلين فلله وإن كنا عاقلين فلكم يقول الكتاب يقولوا عنا ليقولوه لأ كنا مجنونين كنا مجانين قبل المسيح لكن سدقوني عدلنا الأمور رجع إلى عقله رجع عقلنا نعم ورجعنا إلى الطريق الصويب ورجعنا إلى الرب يسوع اللي هو الطريق والحق والحياة أخ بيتر كلمة أخيرة قبل ما ننهي البرنامج شو بعد المسيح أنت هلأ نشكر رب أنه العادات والإدمان اللي كنت فيه إدمان المخدرات إدمان الدخان أربع علب إدمان الكحوليات إدمان الأفلام النجسي والعادات كله هذا انتهى لحظة اللي أنت قلتله لرب يسوع أنا يا رب خاطر رحمني ادخل لقلبي بش أكيد كان فيه معاملات طويلة روح الله كان عم يشتغل فيك لحد ما وصلك أنك أنت ما بتقدر تخلص حالك وصرختله يا رب رحمني فرحمك وخلصك التغيير العادات سقطت لكن هلأ فيه تغيير بيمشي على صعيد مستمر وعلى صعيد يومي احكيلي شو شهوة قلبك هلأ اقل لي شو شهوة قلبك وكيف الرابعة بيستخدمك بعجالي أمين أخي اسماعيل أنا بعد ما صار معي هذا الشي اللي حكيت وأنا كله سوا قررت أنا بوقت أرجع على لبنان رجعت أنا ما بدي عيش أبدا حياة بإستراليا لأنه أنا قلت له وعد للرب قلت له يا رب إذا أنت خلصت من هذا الشي أنا بدي أمشي معك هلأ هون بلش الوعد اللي أنا بدي أقو فيه للرب الرب وعد كان صادق لأنه هو خلصت من هذا الشي وأنا بدي أمشي معهم جيت على لبنان قبل كل شيء شلت التلفزيون من غرفتي مش تعصبا لا أبدا ما بدي عيش بأي ماضي وكنت عيش من ذكريات الصعبة فيه لحد اليوم أنا ما بشرب ألكول ولا أنواع الخمر على أنواع أبدا أبدا جيت على لبنان وتعمدت أنا وانضمت كنيسة مع مدينية وأنا فيها مسؤولة عن الجد تبشرية مبشر وفي يقاء الترنين وبنعمة الرب أنا أنت بتعرف وحضرت معمودية الأخ إسماعيل اللي شفت أنت شخصيا أخ إسماعيل أنا برجع بقول أنت تسأل والكتاب يجيب نعم هذا هو اللقطة المحورية أنا كنت عم بحكي مع الكتاب الكتاب مؤدس عطاني الجواب ممكن الرب يحكي مع أشخاص كتير بطرق مختلفة بطرق مختلفة ولكن كل إنسان رب يتعامل معه بحسب ما الرب بيختار أنا أتعامل معي ومش بلبنان بإستراليا أتعامل معي من طريق كتاب مؤدس أخي بيتعامل معه بحلم أعرف كل الطريق الرب إلو شي أنا اليوم شهوة قلبي شهوة قلبي أنه يكون أهلي للرب كل أحباء للرب يا رب وكل شي رب يعطيني قوة يعطيني عزم أني أنا بشر أمين يجيب ناس نفوس لخلاص رب يسوع المسيح وإشهد شهادة لأخ سمعي للرب أهم مشاغلي أنه الرب بصدق كل أخ وأخ تحمي سمعني الله إجعل يعطيه عندك علاقة شخصية معه علاقة شخصية بقضي خلصك من كل خطيئة من كل جاءت لأفك كل قيد لأكسر كل قيد هذا هو تحرير القيد هذا هو أنك أنت تجي عند الرب حر أنت أمين أنت إنسان صادق بتحب الرب الرب يحبك وأظهر له ذاتي أيضا لك رب يسوع المسيح وعى أصدق من الرعي في الكون هو الرب يسوع المسيح لا اخرجه خارجا أخ سمعيني هذا أخير بس بحب يقوله الرب يسوع المسيح يقول أنا ويقف على البيب وأكرع باب قلب كل أخ وكل أخت ونفتح من جوة ومش من برة أنت بك تفتح مت ما أنا قلت له يا رب أنا بديك تبوت هلأ على قلبي وهلأ تحررني وهلأ تغسلني كلمات إذا بتقولها بصدق وبأمان وبإخلاص نعم كتحصل خلاص لهذا البيت وأنا بنعمة الرب بالألفان وعشر ألفان والسبعة جيت على لبنان وباللبنان بالألفان والسبعة تعمدت ونضمت لكنيسة وأنا خادم بها الكنيسة والأخ السماعيل كان إلي شراف كتير كبير أن يكون معك على قناة الكرمة وبرنامج أن تسأل والكتابة جيب نعمة الرب كان بالصميم هالكلام وبشكرك من كل قلبي وبشكرك كل أخ وإخت شاركوني وصلوا من أجلي باسم يسوع المسيح آمين يا أخ بيتر أنا بشك كتير ونحن هون سعيدين جدا أن يستضيفك على البرنامج من خلال القناة القرمية شكرا كتير يا أخ بيتر والرب يباركك والصلاة يستخدم اختبارك لجذب الملايين إلى صليب المسيح عزائي المشاهدين رأينا من اختبار الأخ الحبيب بيتر رأينا كيف أنه المسرات العالمية والشهوات والنجاسي والدنس والمخدرات والكحول والعلاقات الدنسية لم تشبع القلب أبدا لكن زادت العطش عطشا ازداد القلب عطشا والنفس ازدادت جوعا أهزائي المشاهدين ما في دياني ولا فلسفي ولا طريق التفكير معين positive thinking وما بعرف شو ولا تأمل معين حيقدر يغيرك ويحررك من إدمانك فقط يسوع المسيح الذي قال عن نفسه إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا تعرفون الحق الكتاب المؤدس يلي مطوي ومسكر ببيتك ومحتوط بغرفة السلون لحتى يعني يبارك البيت والغبر عليه هذا مش هيباركك اللي هيباركك إنك تجي بالطضاع وبانكسار وبإخلاص وتقول له يا رب ارحمني أنا الخاطئ يا رب فرجيني طريقك يا رب اشبعني من كلمتك توبة قال المعلم الرب يسوع توبة للجياع والعطاش إلى البر لأنهم لأنهم يشبعون هلما نتحاجج الله عم بيقل لك هلما نتحاجج لاتس ريزن شغل عقلك يقول الرب إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيضه كالثلج وإن كانت حمراء كالدودي تصيره تصيره كالصوف يلا تعال تعال تعمت لما اجا خيي بيت بيتر واصرخ له وقال له يا رب ارحمني يا رب اقرفت حياة الشر وحياة الخطيه وحياة النجاسي أنت مخلوق على صورة الله أنت مخلوق لغرض سام جدا مش لحتى تكون بالزبالي أبدا أنت مخلوق لكي تحمل صورة الله وحضور الله ومجد الله وتقوم بعمل الله ليس أنتم اخترتموني قال المسيح بل أنا قد اخترتكم وأقمتكم لتذهبوا وتأتوا بثمر ويدوم ثمركم مين اللي بيعمل الزاني قديس مثل خيي بيتر من اللي بيعمل الإنسان اللي مد من مخدرات يكون خادم أمين للمسيح مبشر للمسيح إنسان أناني يعيش لشهواته ولأغراضه الآن يعيش يا رب شهوة قلبي أنه عائلتي تعرفك والأقرباء يعرفوك وتوصلني لهون وإحكي للناس يا حبائي مين مين بيغير مين فقط فقط يسوع المسيح يستطيع أن يغير ولكن حيث كثرت الخطيه ازدادت النعمة مجداً لله مجداً لله لأجل نعمة الله التي انسكبت إلينا في شخص المسيح تعالوا وسلم قلبك للمسيح بكل بساطة يقول له يا رب يسوع يا رب يسوع أنا عشت سنين طويلة هذا عددها في الشر وفي الخطيه بعدت عنك يا رب وبعدت كثير غرقت في رمال الشر وبحور الخطيه لكن اليوم يا رب اليوم أنا رجع لك اليوم رجع لك بتوبي بانكسار باعتراف برجع لك وبيقول لك ارحمني أنا الخاطي بشكرك لأجل دمك اللي بيطهر منك الخطيه بشكرك لأجل صليبك اللي بيحرر يا رب يسوع ادخل إلى قلبي غير حياتي طهرني يا رب واكد لك اذا طلبت الرب من كل قلبك وصليت هالصلوي هايدي مش بنفس الكلمات لكن صليت وقلت له يا رب ارحمني يا رب أنا رفت من حياة الشر والخطيه يا رب بدي عيش حياة نظيفة حياة يا رب تحمل حضورك حي تكون بركة للناس واكد لك ان المسيح يقول من يقبل إلي لا أخرجه خارجا يلا خليك تعال إلى المسيح من يقبل إلي لا أخرجه خارجا تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثاقلي الأحمال وأنا وأنا أريحكم إذا سلمت قلبك للمسيح أنا حابب أسمع منك توصل معي هون على الأرمية أو على صفت على الفيسبوك اسماعيل نمر وإلى أن ألقاكم في حلقة جديدة من برنامجكم أنت تسأل والكتاب يجيب الربو مأكم شكرا للمسيح